اه عارف ان اعنان الفيديو ممكن يكون غريب بالنسبة لك قبل ما تضغط عليه وتسمع صوتي ده بس يعني قبل ما عرفك ليه علي ربيع ما ينفعش يبقى بطل افلام بتنزل في موسم مهم زي عادي الفطر جرة بسأل نفسك هو ليه علي ربيع بطل في افلام اساسا انا احمد اسامة والنهاردة جاي يكلمك عن علي ربيع ما تنساش اللايك والاشتراك انا في القناة لان ده الدعم الوحيد لي ان اكمل في اللي بعمله ويلا بينا علي ربيع هو كوميديان وانا بقول لك كوميديان لانه زي ما انت شايف في كل حتة دلوقتي فيه ناس بتجيب افات كتير من مصرحياته في مصرح مصر وبترجعت فيرال تاني والناس تضحك عليها بعد ما كان بيقول عليها دمها تقيل علي ربيع على المصرح هو ممكن يكون بيشد عينك وانتباهك بسبب حركاته واداء الكوميدي اللي كان لسه جديد وقتها بس مع التكرار وحال بنفس الشخصية ونفس الاداء بقت مملة وما بقتش تضحك اساسا ومع وقفة مصرح مصر انه تعرض في التلفزيون كان انك تشوف علي ربيع كانت مقتصرة انك لازم تروح المصرح بنفسك وتتفرج عليه لايف بس يعني ممكن هيبقى من طنطة مثلا وهيسافر مخصوص ثلاث ساعات عشان يروح يحضر مسرحية لعلي ربيع فعلي ربيع قرر بعد 2018 انه خلاص كفاءة مصرح كده ويلا بينا على التلفزيون والسينما وفي النقلة بتاعته دي ما تغيرش علي ربيع يعني علي ربيع وهو راح يمثل قدام كاميرا في لوكيشن وشغلة تاني خالص غير المصرح معرفش يسيب ويتخلى عن علي ربيع بتاع مصرح مصر مقدرش يفهم ازاي السينما بتشتغل ولا قدر يطور شخصيته ككوميديان مقدرش يتعرف على كوميديا جديدة يقدر يقدمها لنا وحتى لوحشة بس هونيبقى نقول علي ربيع غير شوية من نفسه شوف فيلم خير وبركة مثلا وشوف مسرحية من مسرحيات مسرح مصر في 2016 او 2017 نفسه علي ربيع بالزبط ما تحسش انه طلع اداء جديد او شكل جديد من علي ربيع الكوميديان مسلسل سك على اخواتك مثلا نفس العبط ونفس الرأكشنات اللي هو انا متخلف عقلية انا جماعة وعشان انا صعيدي فلازم يبقى دماغي افل وما بفهمش حاجة منتهى الكليشي والتكرار اللي ماروش اي لازمة في اي فيلم او مسلسل مصري ما عادة سلسالة دم يعني بصراحة انا هتخطى بس اعماله المكررة لحد فيلم زومبي ودي كانت بطولة من بطولات علي ربيع في موسم هو اهم موسم للأفلام في السنة كلها يعني عامل زي موسم الهالوين في امريكا بالزبط بس مستوى الافلام بتاعتنا في الموسم ده مش زي بتاعتهم خالص واه يعني بص السنة دي في العيد احنا عاملين افلام ايه شئه وفاصل من اللحظات السعيدة واسود ملون وعالماشي للعبقاري علي ربيع اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي افلام مش عارف اقول حتى انها نزلة في اهم موسم للأفلام عندنا كلها افلام بتتكرر وبتجيب ارادات لمجرد ان الناس بتخرج في السينما يوم العيد مع اهلهم فلو انت خارج مع اهلك مثلا وقدامك فيلم امريكي انت عارف انه حلو ومصروف عليه واخراج وقصة وليلة تانية يعني خلينا مثلا نحط لك مقارنة افينجرز اند جيم وزومبي العلي ربيع مثلا وانت خارج مع اهلك هتختار تخش فيلم ايه اكيد زومبي لانك مش عايز حاجة توجع دماغهم ودماغك فبتختار الاسهل وخلاص وبتندم بعد ما بتخشه وساعات اصلا ما بتتفرجش على الفيلم من كتر ما هو ممل او دمه تقيل او الفلوريت بتاعه بطيء زومبي بقى العلي ربيع هو مش بس ممل او دمه تقيل لا هو فاشل من جميع النواحي مفيش قصة الاخراك سيء الاغاني اللي في الفيلم ملهاش اي لازمة الاداية التمثيلة من كل الفنانين كان وحش جدا الحوارات والسيناريو مكتوبة غلط بشكل انت مش هتتخيله غير لما تتفرج على الفيلم بنفسك يعني هو من الاخر اتعمل عشان تخش الضيع ساعتين من وقتك وخلاص الاراضات للافلام دي في العيد هي صدقني مش عشان قوة الفيلم لا هو عشان مجرد ساعتين خروجة في العيد وملاقوش غير فيلم العلي ربيع وفيلمين جنبه بس كمان علي ربيع بعد الفشل اللي عمله في فيلم زومبي قرر انه يعمل لنا فيلم كوميدي تاني بعدها بسنة في موسم العيد برضو هو يا جماعة مش دي العيد يعني افلام كوميديا دراما اكشن اي حاجة يعني حتى لو انت فيلم كوميدي مالوش قصة اساسا يعني دحكني شوية حتى بوس ايدك يعني خرجني وانا بقول حتى ان انا تحكت ضحكتين تلاتة في الساعتين اللي عدتهم جوه لا انت نحيتلي افلام امريكا الكوميديا كلها وبتعملها لي بشكل مفيش ارخص من كده يعني ايه على الربيع جان والبنات بتحبه يعني ايه بجد يعني ايه واحد جان والمفروض ان يبقى فيه ثلاث تربع كارزمة العالم يبقى دي طريقة كلامه وشخصيته فاكر لما قلتلك ان زومبي فاشل من جميع النواحي اهو فيلم بعد الشر ده فاشل من جوه وبرا وحواليه وكل حاجة في الفيلم هي تقرف انا تفرجت على الفيلم ده جماعة وقدر احلف لكم اني مابتسمتش مش ماتحكتش لا انا مابتسمتش اللي هو محركتش شفيفي اصلا ومودي كان حلو وكنت مبسوط ساعتها مش متدايق مثلا ولا حاجة ده ممكن كمان الفيلم ده هو اللي خلينا اتدايق اصلا عايز افكرك ان الفيلمين اللي لسه متكلم عليهم هم فيلمين نزلوا في عيد الفطر التلات ايام اللي بيقى فيهم افلام المفروض انهم افلام الموسم التلفزيونية يالله لازم تبدأ في حالة حركة امشي في الشوارع كده ما بقلش عارف انا رايح لحد فيم اللي هو ايه هو ايه ايه هو يالله اعذروني يا جماعة لو متعصب شوية بس والله العظيم كل العصبية دي بسبب ان السينما بتاعتنا بتروح في دهية هي راحت اصلا بس ليه ده يبقى مسجل باسم الفن الكوميدي المصري خلينا نكمل خلينا نكمل لا واقف احتجاجيا انا اسف لو ماشي احتجاجيا انا معا كريم عفيفي في الاعمال بتاعته هو نفسه بالزبط ما بيتغيرش الكوميديا بتاعته زي ما هي في كل اعماله حتى رمضان كريم الكوميديا بتاعته فيها سنة كده من بتاعته دي لا انا طفل دي كلهم خارجين من مسرح مصر ما تغيرش حاجة فيهم مدرسة مسرح مصر طلعت نجومهم ما ماينفعش يكونوا في حتة غير في مسرح مصر مصطفى خاطر ما بيتغيرش يا جماعة حتى في اعلاناته ما بيتغيرش حتى في اعلان قطونيل في رمضان تحسوا طفل كريم عفيفي لسه بعمل فيها طفل صغير واخدوده حاجة غريبة ويزوا لسه زي ما هي بيتنمر على وزنها عالي ربيع لسه بيعمل الاهطل محمد انور لسه اللي هو انا عبيد زي عالي ربيع بس ايه انا اعقل منه بشوية مدرسة مسرح مصر طلعت نجومهم ما ماينفعش يكونوا في حتة غير في مسرح مصر بعد سنين من تجاربهم في السينما اثبتوا انهم ماينفعش حد فيهم يشيل بطولة او يقوم بسنيد حتى ممكن حمد المرغاني يقدر يطلع صاحب البطل او سنيد من تحت لتحت لكن برضو مايقدرش يشيل بطولة فكرة انت هتضحك مرة واثنين وهتيجي عند التالتة والربعة مش هتترحم من النقد وقرأي الناس اللي ما بترحمش يصدقني مفيش حد يا اسوز علي ربيع يقدر دلوقتي يستحمل افلامك غير الناس الكبار في السن اللي بالنسبة لهم اي فيلم هو هيعجبهم وخلاص والاطفال اللي هم اقل من ثمان سنين ومن كوميديتك وايحاقتك في الافلام ما اعتقدش انك موجه الافلام دي للاطفال اللي في السن ده كلامي على علي ربيع مش من دفع ان بكراه او بتمناله الفشل انا قلتلك في اول الفيديو خالص ان علي ربيع هو كوميديان وكوميديان شاطر في مصرحات كتير في مصرح مصر انا بحب علي ربيع جدا كانسان مش بكراه كل كلامي على اعماله واداءه الفني في افلامه ياريت تكون فهم حاجة زي كده كويس وانا كده وصلت لنهاية كلامي والفيديو بتاعه خلص اتمنى لو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والسبسكرايب وشكرا جدا لوقتك انا احمد اسامة سلام